بعد العيب اللي يقدر يمثل النادي الاهلي ويمثل المنتخبات والحمد لله احنا في فترة قصيرة لما سبع لعبين ليهم دور مؤثر جدا مع منتخب الالفين وستة ده الجهاز يحسب للجهاز الفني معايا طبعا الكابتن سيامل وقتها النشيب النادي الاهلي يكون عندك سبعة في منتخب مصر ده حاجة وسبع ليهم دور بداية من عمر كامل حارس المرمى لأحمد عبدين لإبراهيم لأحمد عبدين ده من اللعبة اللي بتلفت نظري برضو لما زي أنا متشكت هنا ومع كابتن محمد وهبة الطوله عام زي بدر بنون أحمد عبدين من يعني قبل ما نبدأ فترة الأدات كان كابتن خالب بيبو طبعا بجهله التحية لكابتن خالب بيبو عمل دور كبير جدا جدا في الطاقة قبل ما نبدأ الموسم قال لي أنت عندك ست لعبين في المنتخب لو تروح تتفرج في مباراة دي مع منتخب السعودية فروح تتفرج عايز أقولك أن أحمد عبدين من الناس اللي لفتوا نظر جدا من من خلال المباراة اللي أنا شفتها لينا سيستم لعب معين عرفت أنه هو هيقدر يشتغل معنا في السيستم اللعب اللي بنشتغل بيه بصورة كبيرة مع باية العناصر اللي كانت موجودة فيه طبعا فيه عمر سايد معاوض لعيب عمر سايد ما شاء الله عليه في المنتخب مصر في البطولة تحت شمال أفريقيا يعني لفت الأنظار وأيضا كمان في بطولة الدوري هنا ما شاء الله لفت الأنظار برضو برضو عمر عنده ميزة أنك تقدر تستخدمه في الوينج باليمين والشمال وتقدر تشتغل معاه مهاجم زي ما أنا ما شتغلت معاه في بعض المباراة اللي غيرنا فيها التاكتك اللعب طبعا إحنا بنغير يا كابتن أسامة التاكتك والشغل لظروف أن أنت بتتحفظ بيجي لك مباراة كتير عندك تقارير كتير فمنها أن أنت برضو تقدر أن أنت بتحفظ الولاد كذا طريقة لعب ومنها أن أنت بتبقى السيستم اللعب بتاعك بيتحفظ فبتقدر أن أنت تغير يعني فيه زي مباراة إم بلعبنا 4-4-2 اللعبت بحسام وعمر سيد معوض اتنين مهاجمين لأن طبعا من أول مباراة في الدور وإحنا المباراة المحلة اللي كسبنا فيها خمسة الأهداف كلها نزلت في كل المواقع فبيبان بالذات الأهداف في مباراة المحلة دي كان باين أو فيها سيستم اللعب يعني من أول من أول فمحتاج أنك تغير محتاج أنك تغير لأن الأهداف كلها الخمس أهداف كلهم جوم تقريبا بطريقة واحدة فكان باين أن ده فيه شغل تاكتك معين فهتبدأ تتحفظ فلازم مع مرور الوقت كل ما يبقى فيه فترة توقف أو تقدر أن أنت تشتغل وتغير بتحفظ طريقة لعب دانية وسيستم مختلف وتقدر أن أنت لو أجدوها فبتقدر تكمل بها زي مباراة المقولين زي ما قولنا نحن لعبنا كذا طريقة بطلقة طرق لعب مختلفة بدأنا الأول باربعة باربعة اتنين وبعدين غيرنا في خلال المباراة ترجمة نانسي قنقر